السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر مؤتمر وحفل جوائز الالعاب لعام عشرين اتنين وعشرين راح يكون ان شاء الله يوم تمانية اتناش الخميس الجاي راح نشوف في حفل الجوائز هاد اللي هو يعادل ويشابه حفل جوائز الاوسكار اللي بنشوفه للافلام والسينما هذا الحفل اللي سنويا بصير يتم تكريم في الالعاب على مستوى انماطهم واصنافهم وعلى مختلف جوائز كتير كبيرة ومتنوعة سنويا بصير طبعا بالهوس تبعه بيكون طبعا جيف كيلي اللي هو اصلا فعليا المؤسسة الرسمي لهذا الحفل راح يصير هذا الحفل ان شاء الله على خير وسلامه جيف كيلي قريدي كان وعدنا وحكينا وبتوقنا انه راح يشوف خمسين لعبة واكتر من ناحية مشاركة ووجود دائلة في هذا الحفل من ناحية تريلرز من ناحية كشف لأول مرة ومن ناحية مشاركات بشكل او باخر يعني زلمي حاكي انه راح يكون فوق الخمسين لعبة راح موجودة في هذا الحفل طبعا هذا يعني ما لوجد دخل بالجوائز بشكل اخر بينما هدول الالعاب راح يكون لها تواجد بالناحية انها راح يكون فيها كشف ومشاركات ومعلومات جديدة فمشان هيك انا صراحة كتير متوق لهذا الحفل وصراحة كتير متحمس لنشوف هدول الخمسين لعبة واكتر اللي جيف كيلي وعدنا انهم يكونوا موجودات في حفله في هذا الفيديو راح اشارككم ان شاء الله في تمانية من الالعاب اللي بتمنى يعني فعليا نشوف وجود لالها في حفل جوائز الالعاب لعام عشرين اتنين وعشرين فان هدول الشغلات هم فعليا تطلعات الشخصية وامنياتي مش انه ايش اكيد راح نشوفه انا بس بتمنى فعليا ان نشوف هذا الحكي في هذا الحفل. عشان ما اطول مدة الفيديو خلينا نبلش بسم الله. اللعب الاولى اللي بتمنى نشوف تواجد لها في حفل الجوائز وهي الريميك للجزء الاول من لعبة متل جير سولد. طبعا احنا سابقا من خلال يعني اخبار الاسبوعية اللي انا بشارككم فيها كنا سامعين عن اشاعات بتحكي انه شركة كونامي عندها نية او تعاقدت مع شركة خارجية انها عشان تشتغل على موضوع تعمل ريميك للجزء الاول من العاب متل جير سولد اللي شفنا نزول ليلها في عام الف وتسعمية وتمانية وتسين طبعا كان قريدي هاي الاشاعات طالعة من شخص موثوق في عالم الانترنت طبعا كانت هاي الاشاعات صادرة من شخص موثوق بعالم تسريبات والليكس تبعت الالعاب كان في حد سأله على صفحة الرسمية على تويتر انه هل في رح نشوف ريميك للجزء الاول من لعبة متل جير سولد وكان رادل عليه ببساطة انه يس وانتهى هذا اللي تويت ومن هداك اليوم ولا هذا اليوم فعليا صار الانترنت ضاجة باحتمالية وجود ريميك او انه كنا مش غالة على انها تعمل اعادة اصدار للعب الاولى متر جير سولد وانا صراحة بتمنى انه هذا الحك يكون صحيح لانه صدقا يعني متر جير سولد الجزء الاول من الالعاب جدا قوية واضافة اضافة جدا رهيبة من ناحية عنصر التسلل اللي ما كان وقتها يعني اشي معروف بالنسبة للالعاب فمو غلط نشوف الها اللي ينقلها الى المستوى الجديد والحديث من الالعاب زي ما شفنا مثلا على مستوى العاب في جزوها التاني والتالت فوجود لهاي اللعبة صراحة مو غلط وانا اشي جدا يعني بشجع على وجوده بس انا تخوفي صراحة انه ممكن يكون هذا هو حصري لجهاز البلاي ستيشن زي ما شفنا في الاخبار اللي صدرت قبل فترة نفس الشركة كوناميا لما صدمونا ولما اعلنوا عن وجود للعبة لجزء التاني حقوا انها راح تكون حصرية لجهاز البلاي ستيشن لمدة سنة من تاريخ نزولها وبعد مرور هاي السنة من تاريخ النزول اللسه صراحة مش معروف راح تنزل على اجهزة الاكس بوكس فانا خوفي صراحة انه الريميك للاعبة متل جير سولد يتم معاملته نفس المعاملة لانه من نفس الشركة كونامي يعني هذا الاشي اللي انا متخوف منه بس يعني بتمنى ان شاء الله ان تكونوا الجماعة كونامي احسن منا واي ينزلوا هاي اللعبة في حالي وجودها يعني تكون موجودة برضو على جهاز الاكس بوكس العب التاني اللي بتمنى نشوف وجود لها مبدئيا في حفل الجواز وهي طبعا ستار ووز جداي سورفايفور اللي صالها فترة فعليا غايبة يعني كان اخر مشاركة لها وتريلر شفنا كان في شهر تلاتة من هاي السنة ومن هداك اليوم لهذا اليوم غابت هاي اللعبة عن الاخبار وما سمعنا من اي معلومات سواء كانت من شركة اي 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 او من شركة يعني فعليا المطور الرسمي لهاي اللعبة وانا صراحة من الناس اللي كتير حبيت لعبة على رغم من بعض المشاكل اللي كانت متعلقة في خريطتها ونحكي طريقة اللي كان موجود فيها بس اللعبة كانت جميلة بالشكل العام شوق كتير لنشوف اي اخبار عن جزرها الجديد وبعد الغياب صراحة الواضح والصريح والمشاركات بس كان فيه اشعاعات طالعة الانترنت بتحكي انه من المحتمل انه يكون فيه مشاركة لهاي اللعبة بتريلر جديد رح يكون موجود في حفل الجواز ان شاء الله فانا من الناس اللي بتمنى فعلا انه هذا الحق يكون صحيح ونشوف يعني بشكله باخر تريلر وبتمنى يكون حتى ويعني انه برضو في عن قريب لهاي النعبة ممكن نشوف نزولها الها خلال الربع الاول من سنة عشرين تلاتة وعشرين يعني بتمنى هذا الحق ان شاء الله يكون صحيح. الثابة اللي بتمنى نشوف وجودها برضو في حفل الجواز وهي نحكي المشروع الجديد اللي شغال عليه كوجيما اللي صلو فترة برضو انا مجننكم باخباره اللي هو اصلا مجنن فيها قلال صفحة الرسمية على تويتر كان كل فترة بشاركنا بشغلات غريبة يعني نوعا ما متعلقة وبتلمح لمشروعه المستقبل او اللعب الجديد اللي هو شغال عليها يعني مش معروف هو شغال على اللعبة واحدة ولا لعبتان ولا تلات العاب احنا بنعرف انه في لعبة يعني فيه اشعاعات كتير قوية بيحكوا انها شغال عليها وهي اللعبة تروعه بجديدة وطبعا فيه كان فيه وشركات سابقة من جهته متعلقة في الجزء الثاني من اللعبة الحصرية للجهاز بلاي ستيشن وكان برضو في يعني حكي انه هو داخل الان فيه شراكة عشان يعمل اللعبة الحصرية لجهاز الاكس بوكس يعني فيه نحكي ثلاث شغلات يعني هو شغال عليها فانا بتمنى نشوف تواجد على الالي اللي واحدة من هدول اي نعم ممكن تكون واحدة من هدول المشاريع هي بالنهاية حصرية لجهاز البلاي ستيشن الواحد بس فضولا يعني بهدف الفضول وليس اكثر على الرغم يعني من كثر التويتس والشغلات والاخبار اللي كانت طالع الانترنت المتعلقة في هذا الشخص صار الواحد عنده فضول انه شوف شو هذا المشروع ومن المعروف اصلا انه كوجيما وجيف كيلي هم نوع من انواع الاصدقاء وعلاقتهم كتير قوية فاتوقع اذا كان كوجيما بده شاركنا بكشف عن واحد من هدول المشاريع يعني بشكل كان بس بالنهاية بتمنى تنتهي هاي النحية الصلافات والاخبار اللي كانت والاشاعات اللي عم تقطع الانترنت وكل اي شي مجهول اللي كان بشاركنا في كوجيما اي كان نعم ممتع هذا المطاردة وحلل الغاز وهي الشغلات والمنتديات والقيل والقال بس بتمنى انه تنتهي هاي الشغلة ونشوف فعلا المشاركة واضحة وصريحة من هذا الشخص اللي الرابعة اللي بتمنى برضو نشوف وجود لها في حفل الجوائز وهو الاصدار التاني من لعبة الرعب طبعا قصتها هي قصة مرتبطة في حفل الجوائز لانه احنا شفنا كشف ليلها في حفل الجوائز اللي صار في انشرين واحد وعشرين في تيزر تريلر شاركتنا في شركة ومن المحتمل صراحة وكان في حكي برضو انه نشوف تواجد ليلها مرة تانية في حفل الجوائز اشرين اتنين وعشرين في تريلر جديد برضو يكشف مزيد من التفاصيل عن هاي اللعبة وانا صراحة كتير بتمنى انه هذا الحكي يكون صحيح نشوف تواجد لهاي اللعبة وبتمنى حتى يكون برضو في ريليز ديت نشوفه سواء كان في سنة عشرين تلاتة وعشرين او اربع وعشرين بس انه يعني قريضون الفترة الزمنية اللي من المحتمل نشوف نزول لهاي اللعبة فيها اهلا وايك الجوز الو صراحة بالنسبة لي من الالعاب الرعب الكتير جميلة على الرغم من انه اللي كانوا فيها من ناحية كانوا كتار ومزعجيا بس كقصة ويعني فعليا تجربة رعب كانت كتير جميلة فانا متشوق كتير انه نشوف اي معلومات جديدة عن الاصدار اللي جديد منها اللعبة الخامسة اللي بتمنى نشوف تواجد لها في هاد الحفل معني صراحة يعني فعليا شوي مستبعد تواجد لها وهي طبعا اللعبة يوبيسوفت افاتار فرونتيرز اوف بندورا هاي اللعبة من الالعاب اللي اختفت ومحلت اخبارها خلال هاي السنة من بعد ما شاركونا برضو بتريلر واحد عن هاي اللعبة كان سينيماتيك ما كان فيه اي جيم بلاي ولا اي معلومات عن هاي اللعبة بشكل واضح وصريح اختفت اخبارها وحتى كان في اخبار طالعة داخلية من نفس الشركة انه شركة يوبيسوفت عم بتحاول تخفف صرفها وضخها للمصاري في مشاريع ممكن تعتبر مشاريع فاشلة وكان في حقيقة انه افاتار من واحد من هدول المشاريع اللي ممكن يكون فيه تخفيف وتقنين من ناحية انه ضخ المصاري فيه. ولدي احنا حتى بنعرف انه شركة يوبيسوفت عملت يعني فعليا في مشاكل داخليا في العابها لانه فيه تأخير والتأجير لالعاب كتير كبيرة. كان اخرهم طبعا للعبة بالاضافة الى لعبة يوبيسوفت الاصلية اللي هي يعني كان هدول الاخر اللي بتانشوفنا لهم تأخير والتأجير من شركة يوبيسوفت. وصراحة حابب انه نشوف اخباره ومعلومات عن هاي اللعبة يعني شخصيا يعني مش متأكد ومش واثق بوجودها بس يعني هذا اشي انا بتمنى ان تشوف مشاركة لهاي اللعبة ونشوف مزيد من التفاصيل عن هاي اللعبة. اللعبة السادسة اللي بتمنى نشوف وجود لالها في حفل الجواز وهي يعني فعليا اكتر من اللعبة بشكل وباخر هو هي لعبة من العاب يعني مشان الله بتمنى نشوف على القليلة واحدة من العاب الحصرية نشوف على القليلة نشوف تريلر بيوضح مقاطع لعب سواء كانت الجزء الثاني ولا اي لعبة من هدول العاب اللي احنا بنسمع عنهم موجودين بس للاسف ما في اي مشاركات منهم من شركة اكس بوكس ومايكروسوفت فانا بتمنى على القليلة واحد من هدولا الالعاب نشوف وجود ليلها في هذا المؤتمر على الرغم من انه كان في اشعاعات بتحكي انه ممكن شركة اكس بوكس تخفف تواجدها وكشف العابة في هذا الحفل بسبب انه يعني خايفين من موضوع من ناحية القضايا والتحقيقات اللي عم تفتحها المنظمات التجارة العالمية في موضوع استحواز على شركة كان في اشعاعات يعني عم بتحكي انه ممكن مايكروسوفت تخفف تواجدها عشان ما يعطي هذا الحكية الزخيرة لشركة سوني انها تواجه هاي عملية الاستحواز وتحكي انه تطلعوها يا شركة عندها من الالعاب ما هي قوية عشان تقدر انها تقضي عليك الشركة فكان في اشعاعات بتحكي بهذا الموضوع بس انا بتمنى انه تكون هاي فعلا اشعاعات ونشوف مشاركة قوية لشركة اكس بوكس باستوديوهاتها يعني بشكل وباخر شو مكان اي لعبة المهم منها تكون موجودة وانا صراحة بفضل هتكون هالبلايد الجزء التاني يعني انا شخصيا بتمنى انه يكون في مشاركة لهاي اللعبة على قليل مقاطع اللعبة خفيفة لطيفة يعني كان اخر تريلر رأي لهم برضو جميل بهاي اللعبة اللي هي اصلا قصتها برضو مرتبطة في حفل الجواز كان اول كشف لانها في حفل الجواز اللي شفناه في عام الفين وتسارطعش بعدين شاركونا في تريلر تاني حلو جميل كان في حفل الجواز عشرين واحد وعشرين ومو غلط نشوف استمرارية لنفس الرلم ونشوف برضو مشاركة لها بتريلر اقوى جيم بلاي تريلر في حفل الجواز عشرين اتنين وعشرين اللعبة السابعة اللي بتمنى نشوف لها مشاركة في حفل جواز الالعاب وهي الاصدار الجديد من سلسلة العاب طبعا احنا بنعرف انه اخر نسخة واخر اصدار من ضمن هاي السلسلة كان نازل في عام الفين وتسارطعش كان هي اخر اللعبة شفنا وجود لالها واي شي غريب صراحة انه شاركة تختفي من هديك الفترة الى هذا اليوم وما نشوف اي اخبار او حتى اشعات او اي شي حتى بحكي انه ممكن نشوف نسخة جديدة من لعبة او نسخة جديدة يعني بس هذا الحكي انا بتمنى ان شاء الله انه تكسره وتشاركها بتريلر تيزر شو ما كان بالنهاية انها تحكيه يا انه فيه شيشل ايو هم مشغالين على اصدار جديد من العاب قوس تريكن اللي بالنسبة للي صراحة من احلى اللعب امتع الألعاب اللي ممكن ان واحد يقضي فيها مئات الساعات على الرغم من الاكترار والروتين والشغالات اللي نفسه بكررها والمهام اللي ممكن تكون بالنهاية تتشوفها هي نفسها نفسها بس صراحة بالنهاية قلت لكم بالنسبة لالي صراحة من احلى الالعاب الاكشن والشوتر اللي الواحد يعني فعليا بستمتع فيها فانا بتمنى يكون فيه التريلر يوضح لنا فيه انه في نسخة جديدة رح تكون لهاي اللعبة. العابة التامن اللي بتمنى يكون فيه لها مشاركة في حفل جوائز الالعاب وهو الاصدار التاني من لعبة طبعا لعبة اللي نزلت في عام الفين وطرطعش بالنسبة لالي صراحة من افضل العاب اللي نزلتها من ناحية القصة ومن ناحية الشخصيات وكل اشي كان موجود فيها صراحة كان جدا جميل اوال صراحة من هداك اليوم لهذا اليوم يعني فعليا العاب تل تل لا يعلى على هاي اللعبة بكل اصداراتهم يعني يمكن حتى بس الجزء الاول اللي انا بعتبره يمكن بكون افضل منها بس صراحة يعني من الالعاب اللي كتير قوية وكتير جميلة فانا انبسطت صراحة بكشف ومشاركة انه فيه جزء تاني لالها اللي اصلا فعليا حتى نفسه جيف كيلي كان هو الهوست في هداك الشوكيس اللي شاركونا بوجود وكشف عن هاي اللعبة اللي صار فيه شهر اتنين من هاي السنة فمو غلط ويعني من المحتمل حتى انه نشوف مشاركة تانية ومرة تانية لهاي اللعبة في هذا الحفل اللي يعني بما انه فيه علاقة واضحة وصريحة بتربط جيف كيلي بلعب لما شاركنا في شوكيس تباههم الخاص فيعني انا بتوقع وبتمنى نشوف مشاركة لالها مرة تانية في هذا الحفل وهذا المؤتمر حتى صراحة بتمنى كمان التريلر تبعها ينتهي بانه يحكي انها راح تنزل على خدمة مباشرة مع انه ما بتوقع كتير ومش قوي صراحة بهاي التوقعات ببدايا الواحد مو غلط انه يتمنى يعني هذا الاشي بالنهاية كله بعلم الغيف فالله اعلم بس انه بشكل اباخر هاي اللعبة من الالعاب اللي ان شاء الله انا بتمنى نشوف لها مشاركة وكشف ومقطع لها بجديد يكون موجود في حفل الجوائز هدول هم التمن العاب او التمن شغلات اللي انا بتمنى يكون وجود لها في حفل الجوائز الله اعلم شو راح يكون صحيح شو راح يكون غلط يعني منشوف ان شاء الله بس يصير حفل الجوائز يوم الخميز منرد بنعمل مرة تانية فيديو تاني منشارك فيه كل تفاصيل والمعلومات ورح اشارككم برضو بالشغلات اللي ممكن تكون صحيحة وامنيات اتحققت وممكن يعني بالشغلات اللي ما اتحققت وكسرت قلبي بشكل او باخر بتمنى في هذا الفيديو بنهايته ان يكون عجبكم وبتمنى تضغطوا زر اللايك لانه هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدوني فيها انه هذا الفيديو يوصل لمزيد من المشاهدين واذا انت كنت مشاهد جديد لاول مرة بتشوف قناتي محتوى بتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم بنشوفكم بالفيديو ومحتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم اشتركوا في القناة